بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثانية عشر من دروس تفسير سورة النجم للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثانية والثلاثين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقد وقفنا عند المسألة الثانية من المسائل التي سطرها الإمام في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم حيث يقول المسألة الثانية الكبائر جمع كبيرة وهي صفة فما الموصوف نقول هي صفة الفعلة كأنه يقول يجتنبون الفعلات الكبائر من الإثم فإن قيل فما بال اختصاص الكبيرة بالذنوب في الاستعمال ولو قال قائل الفعلة الكبيرة الحسنة لا يمنعه مانع نقول الحسنة لا تكون كبيرة الحسنة لا تكون كبيرة لأنها إذا قوبلت بما يجب أن يوجد من العبد في مقابلة نعم الله تعالى لا تكون في غاية الصغر ولولا أن الله تعالى يقبلها لكانت هباء لكن السيئة من العبد الذي أنعم الله تعالى عليه بأنواع النعم كبيرة ولولا فضل الله لكان الاشتغال بالأكل والشرب والإعراض عن عبادته سيئة ولكن الله عز وجل غفر بعض السيئات وخفف بعضها المسألة الثالثة إذا ذكرت الكبائر فما الفواحش بعدها نقول الكبائر إشارة إلى ما فيها من مقدار السيئة الكبائر إشارة إلى ما فيها من مقدار السيئة والفواحش إشارة إلى ما فيها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير قبيحة الصور والفاحش في اللغة مختص بالقبيح الخارج قبحه عن حد الخفاء وتركيب الحروف في التقاليب يدل عليه فإنك إذا قلبتها أو إذا قلبتها وقلت حشف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الحد لأن الحشف أردأ أنواع التمر وهو الذي يبس على النخل قبل أن يتم نضجه ويقال فشحت الناقة إذا وقفت على هيئة مخصوصة للبول فالفحش يلازمه القبح ولهذا لم يقل الفواحش من الإثم وقال في الكبائر كبائر الإثم لأن الكبائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الإثم لم يحصل المقصود بخلاف الفواحش المسألة الرابعة كثرت الأقاويل في الكبائر والفواحش فقيل الكبائر ما أوعد الله عز وجل عليه بالنار صريحا وظاهرا والفواحش ما أوجب عليه حدا في الدنيا وقيل الكبائر ما يكفر مستحله وقيل الكبائر ما لا يغفر الله عز وجل لفاعله إلا بعد التوبة وهو على مذهب المعتزلة وكل هذه التعريفات تعريف الشيء بما هو مثله في الخفاء أو فوقه وقد ذكرنا أن الكبائر هي التي مقدارها عظيم وأن الفواحش هي التي قبحها واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المقدار والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية كما يقال في الأبرص مثلا علته بياض لطخة علته بياض لطخة كبيرة ظاهرة اللون فالكبيرة لبيان الكمية والظهور لبيان الكيفية وعلى هذا فنقول إن الأصل في كل معصية أن تكون كبيرة لأن نعم الله تعالى كثيرا ومخالفة المنعم سيئة عظيمة غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لأنهما لا يدلان على ترك التعظيم إما لعمومه في العباد أو لكثرة وجوده منهم كالكذبة والغيبة مرة أو مرتين والنظرة والقبائح التي فيها شبهة فإن المجتنب عنها قليل في جميع الأعصار ولهذا قال أصحابنا إن استماع الغناء الذي مع الأوتار يفسق به الشخص وإن استمعه من أهل بلدة لا يعدون ذلك تركا للتعظيم لا يفسق فعادت الصغيرة إلى ما ذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظيم لا يكون مرتكبا للكبيرة وعلى هذا تختلف الأمور باختلاف الأوقات والأشخاص فالعالم المتقي إذا كان يتتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون مرتكبا للكبيرة والدلال والباعة والمتفرغ الذي لا شغل له لا يكون كذلك وكذلك اللعب وقت الصلاة واللعب في غير ذلك الوقت وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ما علم المكلف أو ظن خروجه عن الكبائر بفضل الله تعالى وعفوه وأقول ما ذكره الإمام من اختلاف الأمور باختلاف الأوقات والأماكن والأشخاص يدل عليه كتاب الله عز وجل يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والنهي عن ظلم النفس في هذه الأشهر وفي غيرها لكن الإثم يكون مضاعفا في هذه الشهور لذا نهى عنه إذن الأفعال تختلف باختلاف الأوقات وتختلف باختلاف الأماكن كما قال تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وبالنسبة للأشخاص يقول الله تعالى يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما كما أن الحسنات تضاعف باعتبار الزمان والمكان والأشخاص فكذلك الذنوب إذنها يضاعف باعتبار الأشخاص والأزمنة والأمكنة وهذا ينسجم مع القاعدة الشرعية التي تقول الغنم بالغرم فكما يضاعف الثواب يضاعف العقاب المسألة الخامسة في اللمم وفيه أقوال أحدها ما يقصده المؤمن ولا يحققه وهو على هذا القول من لما يلم إذا جمع فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه فكأنه جمع عزمه وأجمع عليه وثانيها ما يأتي به المؤمن ويندم في الحال وهو من اللمم الذي هو مس من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثالثها اللمم الصغير من الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله وعلى هذا فقوله إلا اللمم يحتمل وجوها أحدها أن يكون ذلك استثناء من الفواحش وحينئذ فيه وجهان أحدهما أنه استثناء منقطع لأن اللمم ليس من الفواحش وثانيهما أنه استثناء غير منقطع أي استثناء متصل لما بينا أن كل معصية إذا نظر إلى جانب الله تعالى وما يجب أن يكون عليه العبد فهي كبيرة وفاحشة ولهذا قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة غير أن الله تعالى استثنى منها أمورا يقال الفواحش كل معصية إلا ما استثناه الله تعالى منها ووعدنا بالعفو عنه ثانيها أن تكون إلا بمعنى غيره وتقديره والفواحش غير اللمم وهذا الوصف إن كان للتمييز كما يقال الرجال غير أولي الإربة فاللمم عين الفاحشة وإن كان لغيره أي لغير التمييز كالتأكيد والبيان كما يقال الرجال غير النساء جاءوني فلا أي لا يكون اللمم عين الفاحشة وثالثها هو استثناء من الفعل الذي يدل عليه قوله تعالى الذين يجتنبون لأن ذلك يدل على أنهم لا يقربونه فكأنه قال لا يقربونه إلا مقاربة من غير مواقعة وهو اللمم ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة وذلك على قولنا الذين يجتنبون ابتداء الكلام وليس بدلا يقول على قولنا الذين يجتنبون ابتداء الكلام يكون قوله تعالى إن ربك واسع المغفرة في غاية الظهور لأن المحسن مجزي وذنبه مغفور ومجتنب الكبائر كذلك ذنبه الصغير مغفور والمقدم على الكبائر إذا تاب فهو مغفور الذنب فلم يبقى ممن لم تصل إليهم مغفرة إلا الذين أساءوا وأصروا عليها فالمغفرة واسعة وفيه معنى آخر لطيف وهو أنه تعالى لما أخرج المسيء عن المغفرة بيّن أن ذلك ليس لضيق فيها بل ذلك بمشيئة الله تعالى ولو أراد الله تعالى مغفرة كل من أحسن وأساءل فعل وما كان يضيق عنهم مغفرته والمغفرة من السطر وهو لا يكون إلا على قبيح وكل من خلقه الله عز وجل إذا نظرت في فعله ونسبته إلى نعم الله تعالى تجده مقصرا مسيئا فإن من جاز المنعم بنعم لا تحصى مع استغناء المنعم الظاهر وعظمته الواضحة لو جازاه بدرهم أو إن جازاه بدرهم أو أقل منه يحتاج إلى ستر ما فعله ثم قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وفي المناسبة وجوه أحدها هو تقرير لما مر من قوله تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى كأن العامل من الكفار يقول نحن نعمل أمورا في جوف الليل المظلم وفي البيت الخالي فكيف يعلمها الله تعالى فقال ليس عملكم أخفى من أحوالكم وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم والله عز وجل عالم بتلك الأحوال ثانيها هو إشارة إلى الضال والمهتدي حصلا على ما هما عليه بتقدير الله تعالى فإن الحق عز وجل علم أحوالهم وهم في بطون الأمهات فكتب على البعض أنه ضال وعلى البعض أنه مهتد وإلى هذا يشير الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له أكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ثالثها تأكيد وبيان للجزاء وجه المناسبة أنه تأكيد وبيان للجزاء وذلك لأنه لما قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا قال الكافرون هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر وجمع الأجزاء بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الأجزاء في بدنه من غير اختلاط غير ممكن فقال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم فيجمعها بقدرته على وفق علمه كما أنشأكم وفيه مسائل المسألة الأولى العامل في إذ يحتمل أن يكون ما يدل عليه أعلم أي علمكم وقت الإنشاء ويحتمل أن يكون أذكروا فيكون تقريرا لكونه عالم ويكون تقديره هو أعلم بكم وقد تم الكلام ثم يقول إن كنتم في شك من علمه بكم فاذكروا حال إنشائكم من التراب المسألة الثانية ذكرنا مرارا أن قوله من الأرض من الناس من قال المقصود آدم عليه السلام فإنه من تراب وقررنا أن كل أحد أصله من التراب فإنه يصير غذاء المسألة الثالثة لو قال قائل لا بد من صرف إذ أنشأكم من الأرض إلى آدم عليه السلام لأن قوله عز وجل وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم عائد إلى غيره فإنه لم يكن جنينة ولو قلت بأن قوله تعالى إذ أنشأكم عائد إلى جميع الناس فينبغي أن يكون جميع الناس أجنة في بطون الأمهات وهو قول الفلاسفة نقول ليس كذلك لأن نقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب وقوله تعالى هو أعلم بكم خطاب مع كل من كان موجودا بعد إنزال الآية على قول ومع من حضر وقت إنزالها على قول آخر ولا شك أن كل هؤلاء من الأرض وهم كانوا أجنة المسألة الرابعة الأجنة هم الذين في بطون الأمهات وبعد الخروج لا يسمى إلا ولدا أو سقطا فما فائدة قوله تعالى في بطون أمهاتكم نقول التنبيه على كمال العلم والقدرة فإن بطن الأم في غاية الظلمة ومن علم بحال الجنين فيها لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد المسألة الخامسة لقائل أن يقول إذا قلنا إن قوله هو أعلم بكم تقرير لكونه عالما بمن ضل فقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى تعلقه به ظاهر وأما إن قلنا إنه تأكيد وبيان للجزاء فإنه يعلم الأجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها فكيف يتعلق به قوله فلا تزكوا أنفسكم نقول معناه حينئذ فلا تبرئوا أنفسكم من العذاب ولا تقولوا تفرقت الأجزاء فلا يقع العذاب لأن العالم بكم عند الإنشاء عالم بكم عند الإعادة وعلى هذا فقوله هو أعلم بمن اتقى أي يعلم أجزاء المتقي فيعيدها إليه ويثيبه بما أقدم عليه المسألة السادسة الخطاب مع من نقول فيه ثلاثة احتمالات الأول أنه مع الكفار وهذا على قولنا إنهم قالوا كيف يعلمه الله فرد الله عز وجل عليهم قولهم الثاني أنه مع كل من كان زمان الخطاب وبعده من المؤمنين والكفار الثالث الخطاب مع المؤمنين وتقريره هو أن الله تعالى لما قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قد علم كونك ومن معك على الحق وكون المشركين على الباطل فأعرض عنهم ولا تقولوا نحن على الحق وأنتم على الضلال لأنهم يقابلونكم بمثل ذلك وفوض الأمر إلى الله تعالى فهو أعلم بمن اتقى ومن طغى وعلى هذا فقول من قال فأعرض من سوخ أظهر وهو كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين والله أعلم بجملة الأمور ويحتمل أن يقال على هذا الوجه الثالث إنه إرشاد للمؤمنين فخاطبهم الله عز وجل وقال هو أعلم بكم أيها المؤمنون علم ما لكم من أول خلقكم إلى آخر يومكم فلا تزكوا أنفسكم رياء وخيلا ولا تقولوا لآخر أنا خير منك وأنا أزكى منك وأتقى فإن الأمر عند الله ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة أي لا تقطعوا بخلاصكم أيها المؤمنون فإن الله تعالى يعلم عاقبة من يكون على التقى وهذا يؤيد قول من يقول أنا مؤمن إن شاء الله يقوله للصرف إلى العاقبة وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثانية والثلاثين ونقف عند الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى أفرأيت الذي تولى نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين